في خيمة مغربية التصميم يجلس عشرات الأشخاص حول مائدة للإفطار عند منتقى طروق مدريد وسط العاصمة الموريتانية واكشوت الفقراء أول مرة جل المستفيدين من موائد الإفطار التي تنظمها جمعيات خيرية خلال شهر رمضان المبارك ويقول المستفيدون من هذه الموائد إن أعدادا كبيرة من الفقراء تتوافد على موائد الإفطار قبل موعد الإفطار بساعات جمعيات خيرية ومتبرعون نصبوا خيما في مناطق مختلفة من الواكشوت لتقديم موائد الإفطار طيلة شهر رمضان المبارك وتقول رئيسة جمعية بسمة وأمل أمنة بنتبهي إن الموائد تحوي وجبات مختلفة وتشهد إقبالا متزايدا رغم طبيعة المجتمع الموريتاني وتمسكه بالعادات التي ترفض الأكل في الشوارع الفكرة جاءت محاكي نفس الفكرة الباطلة كانت وعدل في الخارج يبنوا خيام للمارة وذلك يستفادوا منها لين عدناهما كنا شاكنا يجعلها يقبال بين الفكر التقليدي لعند الناس من حد ما يقضي وكلهم بديوا لين يقضي إلى بلد الباطل ومن هلاقة يقبال سبارك الله وعادت الناس المارة العابيري السبيل تعد موائد الإفطار وجهة مفضلة للعمال الذين يسكنون بعيدا عن أماكن عملهم حيث يجعل هؤلاء من خيمة الإفطار نقطة توقف يتناولون فيها إفطارهم قبل مواصلة الطريق ويقول المدرس محمد المامون إن هذه الموائد تعكس صورة التكاتف في المجتمع الموريتاني بالنسبة لموائد الإفطار تتجلى أهميتها في المدينة مدينة مترامية الأطراف والعمالة فيها متركزة في المركز لاحظت الجمعية هذه الملاحظات فقدمت موائد الإفطار عند المراكز وجود العمالة تداعى إليها العمالة الذين يسكنون بعيدا فيتناولون موائد الإفطار الرمضانية وهي عبارة عن تكاتف من الأهمية بمكان ونحن مطالبون بالتكاتف في كل زمنين وخصوصا في هذا الشهر الفضيل تأتي موائد الإفطار هذه السنة بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها ورغم هذا التوقف يقول المشرفون على موائد الإفطار إن موائد هذه السنة تشهد إقبالا كبيرا يصل أكثر من 300 شخص للخيمة الواحدة الشيخان والسيدي ميديان الواقشوت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر